بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما وكالعادة نحيي ونرفع شارة النصر عالية لكل الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر أصحاب الأياد النظيفة الذين أوصلوا مظلوميتنا فعلا مظلومية شيوخ الطربية والتعليم قدمة المحاربين المضلومية المعلمين السابقين التي توظفوا بالسابع وبالثامن ورغم حقيتهم وأولويتهم وأسبقيتهم في الترقي لأن بكل بساطة كانت لوائح ديالهم واردة وصادرة قبل إحالة من التقاعد ورغم ذلك طبقوا فيهم الكوطة اللعينة وأقسوهم من حق المشروع في الترقي سواء في الاتفاق ديال فاتح فاتح محرم 2007 صدرت لوائح أنا داك أو عندما كانت اللوائح ديال ضمن اللوائح ديال المتقاعدين إلى غاية 2011 التي كانت موجودة في الاتفاق ديال 26 أبريل اتفاق الكاريتي الذي أقصى المتقاعدين المستحقين الذين تقاعدوا قبل 2012 خصا لحايا المادنة 2012 لحايا المادنة 2012 اللي كان من المفروض أن يترقوا بالمادنة 2012 ولكن حتى المتقاعدين تطبقوا فيهم الكوطة اللعينة وأقسوهم بدون موجب حق في الوقت الذي قاموا بترقية الأساتد الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين 3000 واحد بأطر الرجعي 14 سنة من 2007 إلى 12 جوج 2003 إذن هذه التآمر التآمر الذي أقصى الفئة الأصلية من المتقاعدين وقاموا بترقية التوابع الذين لم يكن من حقهم الترقي وقد شرحت ذلك في فيديوهات سابقة هذه التلاعبات أصبحت من الماضي أصبحت من الماضي أما الآن أما الآن سنكون في الميدان وسأدافع بشراسة على الأولوية الميلف دينا الذي اعترف به السيد الوزير عندما أوصلنا له المظلومية وجد بأن كين من 10200 متقاعدة ومتقاعدة بمن فيهم متوفون رحمهم الله هذا الفئة اللي أخفوها عنه جميع النقبات اللي كانت فيه عند التمتيلية وكانت تتحاور مع مع المصالح الإدارية الجميع كولس هذا الميلف وقاموا بي يعني بحل حلته بالطريقة المفبركة التي يعلمها الجميع وقاموا بإنزالي ذاك المرسوم الجائر الباطل لأنه بني على مغالطات وعلى معطيات باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل لأن في الوقت لتنكروا وأخفوا الحقيقة الوزير يعني توصل فعلا كانت هناك لوائح للعشر الاف ومئتين ولولا الإصرار دينا وسنتين ونحن نناضي اليوميا وسنبقى في الميدان يوميا حتى نسترجع حقا المشروع مهما كلفنا ذلك من تضحيات لن نتراجع قيد أنمو إلى الوراء سنتابع ونواصل النضال من أجل يسترجع حقوقنا والملف دينا يكون هو من الأولويات والاعدمادات المالية المرصودة مستقبلا خصا في ظل هذه الحكومة المقبلة يكون من الأولويات ولن نسمح لأي كان أن يتلاعب مرة تانية في مصير المتقاعدين اللي عندهم الحق لأنهم الأوائل اللوائح ديناهم كانوا متقاعدين ومترقين ترقين بالماد 122 ورغم ذلك أقسوهم لن نسمح لأي كان أن يتلاعب في مصير المتقاعدين المعلمين السابقين الذين يرجع علم الفضل بض الله سبحانه وتعالى في بناء المنظومة التعليمية التربوية وفي بناء جميع الأعزاب وجميع النقابات التي الآن ومنذ زمان وهي تتصدر المشهد المشهد السياسي وتتناوب علينا منذ 1996 ستدي الأعزاب التي تناوب علينا دائما كانوا يعني يكونوا في الأغلبية والآخرين يلعبون ويتقنون دورة المعارضة الآن المعارضة ينتهت اللعبة والتعسف والتلاعب بالمصير والتعليم أو المصير نهائيا لا نسمح بذلك ونحيي دائما عاليا نحيي عاليا الإخوان أبناء حاضرة المحيط المناضلة نحيي عاليا الأستاذ الجليل عادل حسن والأستاذ المهيل يوسف الذين يرجعون من الفضل بعد الله سبحانه وتعالى من إصاع لمظلوميتنا من هنا من آسف حاضرة المحيط المناضلة لو لا هؤلاء الرجال والرجال والنساء الشريفات والشرفاء من وجدة أمثال الدكتور عبد العزيز أفتاتي وحرمه الأستاذ الدكتور أفتاتي موناء لما كان هذا الملف سيعرف ويخرج إلى الوجود أبدا لهؤلاء الشرهاء والشريفات دائما سنبقى أوفية مخلصين لأننا كما يقول المثل الصحراوي كما يقول المثل الصحراوي الراجل البعير تتعقل من قراءة والرجل تتعقل من لسانه ونحن سنبقى دائما أوفية مخلصين لكل من ساندنا وسأدعمنا في وقت محنيتنا وأوصل مظلوميتنا التي كانت قد أقدرت وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال والنساء الأحرار والخرائر يعني بوعيت هذا الملف من رماده وأصبح من الأولويات كما جاء على لسان السيد وزير المحترب وسمي بميلف من توظف بالسلم السابع وبالسلم الثامن وتقاعد جميع الأفواج من 2003-2004-2005 سيدنا قبل 2012 في الوقت في الوقت لكل كان قد أقدر كولس الملف وغدية كلنا الحقوق دينا لن نسمح بذلك انتهت اللعبة ديال الشطط في استعمال السلطة أو الشطط يعني في سرقة التلقيات ديال يعني المستضعفين لن نسمح بهذا أبدا ولن نسمح بالتلاعب في مصير 10-2002 متقاعد ومتقاعدة وعلى من أسسوا تنصيقيات بمباركة سيادهم أن يعوا جيدا بأن زمن تلاعب في مصير المتقاعدين قد ولى بلا رجع وإذا ما لنشت بعد ينادي إلى تكوين تنصيقية قوية إذا لا بغيت تكونوا تكونوا تتنصيقية قوية من أجل الدفاع عن الحقوق ديال هالفئة التي تم إقساؤها ظلما ومجرورا ونحن نناضل يوميا يوميا في الحال التي تتمشو تتكمدوها وتتنصو لي من بعد تزود خرجك الخفافيش إذا من أجل الدفاع عن هذه المظلومة أو تكوين تنصيقية يجب أن للجميع الذين ينوون الدفاع عن هذه الفئة لكي يكونوا أمناء وصادقين وأنا نعرفهم جيدا نعرفهم جيدا نعرفهم جيدا لأن خالطهم عن قرب تنعرف النواية ديالهم تنعرف النواية ديالهم ويتتكون رجال صادقين إذا فالتمتيل يجب أن تكون مبنية على الصدق والوفاء والإخلاص والني الحسنة وأن نقدم المصلحة ديال عشر الاف ومئتين على المصلحة الداتية ديال أي كان أو تآمل مع بعض هذو اللي كانوا اللي كانوا وراء الستار يحركون خذكم ديروا معهم قطيعة لأن ما حق جلدك مثل ضفرك لتقاعد ودريب لو سكيف أو جانج لو دق يعطينا اتساع لن نرضى به إذن لك تباغ نوين باش ترجع وتبنو بناء صادقا قويا فنحن معكم ولن نتخلى على هؤلاء الشرفاء والشريفات وأن تكون وأن تكون ممثلة بجميع الأفواج جميع الأفواج من 2003 إلى 2011 تكون ممثلة في هذه التنسيقية تكون ممثلة في التنسيقية والوجوه القديمة التي لا تفقه شيئا والهو الذي تدها هذه لن تتصدر أي تنسيقية وأي تنسيقية يعني تتكلم بإسمها فهي لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد تنسيقية تكون قوية برجال التي تعرفوا يدافعوا ويترافعوا على القضية دي لهم وما يكونوا يتباعوا وما يكونوا يتباعوا وما يكونوا من التوابع يعني يكتبوا ليهم ذلك ما يقولون نحن أقوية رجال أقوية بالعزيمة دي لنا وسنبقى أقوية بالعزيمة دي لنا نجتنى لبعض إخوان ينادونا إلى توحيد الصف التنسيقي فأي حاجة تخدم هؤلاء الشيوخ أنا رهن الإشارة ولكن ليس من يعني من طرف النسل غير مؤتمنين غير مؤتمنين لأن الأمانة هي الأصل الأصل هي الأمانة إن سيكونوا مؤتمن عن الحقوق دي لها أولئي الشيوخ ما شاء أي واحد يأتي بيقول لنا ضحايا ضحايا النظامين وهو لا يفقاه شيئا حتى في المعايير التي على أساسها يتم الاعتراف بهذه المظلومية إذن الزمن دي السيبا رهولة الزمن دي الهريف شاء نحن معكم في الميدان وأي حكومة ستشكل مستقبلا وأي وزيري الأولوية دي الميلف دي أنه هو الأول سيكون إن شاء الله وهو الأول من الأولويات قال السيد الوزير المحترم سيد أمزازي سعيد أنه من الأولويات ورما جاء لا تعرف علاش لأن فعلا نتحوز عن جميع الديسكات وعن جميع اللوائح دي المتقاعدين أصلا المترقيين وتتوقفوهم بالكوطة في الوقت المتقاعدين تدوزوا أوتوماتيكيا وتتوقفو وحدين ما عندهم تشع علاقة بهذه المظلومية وتدوغزوهم لما نقولوا كيف هاش رأى الفيديوات السابقة تشرحوا كيف كان ذلك ولبغيتون نقولها بالتفصيل للمؤمنين نقولها كيف هاش كان التكالب في هذا الميلف وكان الكل يسا في هذا الميلف الميلف كان دي المزاولين فقط لأنهم ترقوا جوج مرات وتأطلوا في الترقيات ديالهم لأنهم مستعدوش من المادة ميو 12 أي واحد مستعدوش من المادة ميو 12 فهو ضحية اللي تعطل بدلا ما يترقب بستسينين ترقب عشرة هذا هو الضحية اللي كانوا مزاولين اللي توضهم من 80 تلستة وثمانين اللي تخرجوا بالبقاء بالسلم التامي هذو كمال اللي كان غاد يتعالج ملف المغيدوز كامل في الوقت اللي جاءوا كولسوه هذوك المؤثرين المتقاعدين لأنه كانت عندهم علاقات ناسجين علاقات وآطاغت هذه العلاقات على يعني لتعطي الحق والإنصاف ديال المظلومين تحت سكوت الجميع ولا نسمح بذلك لا نسمح بذلك مستقبلا إذن من هنا نعرج على واحد للأخ جليل يعني أخبرني يعني كما تقول في التعليق ديالو قال لك هو بأنه داز في 1997 السلم التاسع بانتحال المهني إذن نستطيع الامتحال المهني إلى السلم التاسع في 1997 وللتذكير أن 1997 لماذا مداش بالتعليق يعني بالكفاءة المهنية يعني بالامتحان رادز بترقيه استثنائية لأن كانت ترقيه استثنائية من 1997 إلى 1997 وعود دار الترقيه استثنائية الثانية من 2000 حتى 31 جوش 2000 وجوش 31 2012 وجوش إذن مدام تكتير دوس الامتحال بجتب الامتحال ولماذا دوس الامتحال هذه السنة رادز بالترقيه الاستثنائية التي كانت في الأصد كما قلنا ستتدوز في 1996 وقاموا بالتمديد وروم بورتوها حتى 1997 وكانوا سرقوها هذه السنة التي كانت تنشير لها المهم لماذا ستتدوز السنة تدوز الميانية لا مشكلة ستتدوز ستدوز ستدوز 1997 ولكن لم تكن المادة 112 لم تكن عشر حتى 2009 يعني 12 سنة وتقول بأن المادة 112 توقفت في 2003 توقفت 2003 توقفت إذا سأشرح لك جيدين وشرحت قبل أن هذه تم فيديوهات سابقة فيديوهات سابقة وهذا هو مربط الفارس في 2003 المرسوم صادر في 10 فبراير 2003 وتنشار في 13 وهذا كانت تاريخ المفعول ثم استثناء فعلا كانت توقف سابقة 6 سنوات ولكن استثناء من 2003 في حدود 4 سنوات يعني من فبراير 2003 حتى فبراير 2007 خلال هذه سنوات استثنائية ترخيص استثنائي أول وأستاذ الأول جدا في هذه ترخيص التنائية الأول وأستاذ والعطف وأستاذ والعطف وأستاذ والعطف وأستاذ بوسعيد هذا كانت تحديث القطاعات والوزير المالي كانت ترخيص التنائية الأول وأستاذ استثنت من ترخيص التنائية الأول أستاذ استثنت تقيد في 2003 تقيد ب6 سنوات وهنا كان المشكل كانوا توجدوا المتقاعدين الذين توظفوا قبل 1980 وكانت الأقدامية العامة تتعطيهم الأفضلية والأولوية وتعطيهم ب6 سنوات وتعطيهم لك المنصب المالي إذا ترخيص 97 في 2003 ترشح بالمادنية و12 هذه مسألة ولكن المشكل الذي كان يدهر الكوطة حصيص السنوي بقيت تتبار في 2007 إذا لا تستيش في 2007 كانت من نوقات لا تتخول لك لك ولكن في 2011 اتفاق 26 أبري 2011 خرجت تمديد المادة ترخيص الثاني الثاني من فبراير 2007 حتى 31 2012 2013 وأكيد هذه الساعة التي ترقي السلام العاشر في سعود بعد 12 سنة كانوا مراجعة لكم مراجعة و بما أن كانوا مزاويلين داروا لهم مراجعة من 2010 حتى كانوا مترقين أصلا مترقين كثيرا كثيرا مترقين كثيرا حتى كانوا مترقين عشر سنة داروا مراجعة الطرقية من 2010 ولكن دائما المزاويلين كانوا يتبارون بالحصيص السنوي ربما ستكون في 2009 لوسط النوبا ومثبت للترقية في 2009 هذا أكيد لأن كانت في 2010 أو 12 سنة ومثبت المراجعة للترقية الثانية والتذكير المدى 112 يعني 6 سنوات و15 سنة عام بدلا من 10 سنة هذا ترقية ستتنائية لا تدخل إذا داروا المراجعة الجميع ومثبت من 2007 لأن النقاط التباري من 2007 والمتقاعدين تدخلهم أوتوماتيكيا كل شي داز وهذا الشيء للترقية من 2007 إلى 2007 إلى 2007 إلى متقاعدين لا تدخلوا فيهم الكوطة هذه هي تحرامية موريسة على هذه أصل للصنط المظلومي إذا 100% ستكون ما قلت لك وكانت لدي الوضعية الإدارية في الهاتف سأترك الهاتف وقلت لي الوضعية التي كتبت في تعليق لك وهنا في موريسة الحيف وموريسة الظلم وكانت هذه الفئة في الوقت للمتقاعدين أو كمؤثرين أو كمؤثرين أو كمؤثرين أو كمؤثرين تاريخ مرجعي من 2011 ودوز المتقاعدين وكل الحصيس وكل شيء وهم اللي كانوا كلونا في الترقية المادة 112 هذا لماذا نقول استافد من المادة 112 لم يكن لديه الحق مثل هذه الحالات التي كانوا مستهدافين من الاعتراف بالمظلمية الناس لبدلا لم يكن لديه ست سنوات لديه 10 سنوات أو لديه 12 سنة أما الذين كانوا مستهدافين من المادة 12 وترقى أكثر من ربعات المرات لم يكن مستهدافا في الوقت لديهم قلبوا الحقائق وقلبوا المشاكل كل شيء تغلبت لكانت الفئة التي كانت مستهدافة والتي كانت مقصية والفئة الغير مستهدافة والتي هي التي ترقية باقي الراجعين تغوطوا وتدعمهم لهم التي تبنوا لهم الملف ولكن هذه التلعبات رعا عف الله عن مساء مشات ومشات ولدي أمي ما بقاش دوخ دوخ ما بقاش غضية تاكل لكم إذن نحيي عاليا جميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات في هذا البلد الأمين من طنجة إلى القويرة ويعني من آسف حاضرة المحيط المناضلة سنبقى صامدين سنبقى صامدين حتى نسترجع حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة زمان تلعبات التحراميات تحراميات عف الله عن شاك المناضلة مكتملة مكتملة المناضلة بالنسبة بالنسبة لهذا الشلاه الذي يبغي كل الحق من الناس شاهدك العهد اعتبروا يقول الألباب شاهدك شاهدوا مكتملة 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 الثابات 28 2021 نتمنى لهم التوفق في المهام و المسؤولية التي تلقيت على العاطق مكتملة 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 بشكل مكتملة 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 أعرش على واحد تنبيه لأن أثار انتباهي كانوا قالوا بأن خلال الحملة الاتخابية بأن ستكون 2500 درم ستزاد المعلمين المبتدئين سمع ما قال لك المبتدئين مبتدئين وأشار بأن هذه الفئة خاصة ستكون مدوزين تكوين التربية وعلم النافس الديدكتيك ويكون مدوزين مدوزين في الفاكرة سيحدث المسلك ويكون مدوز إذن تنتظر بأن لا تكون ربما تخص الجميع وقال بالنسبة الناس الذين ستكون على الديبلوم ويكون ربما ربما ربطت هذه الفئة بحصول على الديبلوم ثانيا هذه الوحود التي يقول ليه في حدود الفين وستو وعشرين لذي بقدر يبدأ يحلم يصحب هذا ضرب البوطن سيطلع الزيادة إذن نحن نتمنى خير والإنسان أنا نعطيه فرصة ونشوفوا الأحداث ما ستكون والتحالفات كيف ستكون أنا ذاك يعني اللي نشوفه يعني الأمور كيف ستكون ونستبشير خيراً مدى 2021 رمشي هي 2011 نهائياً 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 إذن اللي يريد يخدم يخدم بلجعينه في شيء أخرى فالأمور ما ستكون كما كانت قبلها شيء يا الله تبارك الله لكم تحية نضالية الشرفة والشريفات يا هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى القويرة الله يدر لي فخير يا الله دور مئة وعشرين